السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي نعمل تمبليت؟ تمبليت بيبقى عبارة عن ملف إفاضي خالص تمام؟ ومكتوب فيه بس حاجات قاسية يعني مثلا الهيدر بتاعي في كل الحاجات هتبقى هتبقى بشكل دوت مربي ده عنوان مثلا الشرك وهتكتب العنوان برقم بريدي والتليفون ومسلا هنعمل مثلا كلمة دير كزا وباليكان بقليشتهم براحية ما فيش مشكلة تمام؟ وفي الاخر التاريخ مثلا نعم شرية 0200 ده على سبيل المثال ده هتبقى تمبليت بتاعي فنحجي من المفايل وقوله تمبليت وقوله save as a template وقدره اس بيم ده ممكن اقوله خليه ده التمبليت الاساسي طب انت عايز حطه تحتين الكاتيجوري تمبليت طيب طيب ممكن في اي وقت تقوله تمبليت تقوله manage تمبليت وتتعدل فيه زي ما انت عايز طيب لو انا قفلت دوت file close عايز تسايبه اللي هو بيسألك عن الملف الاصلي بشكل ملف تمبليت هتقوله ده انت save طيب ثم فاي وقت انا تجي هنا تنتمبليت فايل تيمبيليت مانيج تيمبيليت وروح اقول له مثلا انا عايز اكتشح لدوت ده موجود هو دايمي وتعدل فيه وتروح مسايف وملف عندك على الجهاز بتاعك